هذه خطبتها الأشدق ألم يكن قد كتب إلى يزيد يحذره بلاغة العقيلة وفصاحتها ويزيد أعلم من الأشدق بذلك لأنها هي التي وقفت في بلاط يزيد وقالت وقالت إنه اليوم الثاني من أيام شهر صفر العائلة المتعبة والمجهدة المجهدة من وحثاء سفر مؤلم وحزين العائلة التي تمر عليها أقسى الساعات وهي في بلاط يزيد ها هو اليوم الثاني من شهر صفر العائلة وصلت يوم أمس وأدخلت العائلة الحسينية مقيدة بالقيود ويزيد بكامل أبهته الملوكية وهو يردد هذه الأبيات ليت أشياخ ببدر شهد جزع الخزرج من وقع الأسل هذا البيت معروف لعبد الله بن الزبعر من شعراء المشرقين إنه يشمت برسول الله والمسلمين في واقعة أحد لأن واقعة بدر كانت قد قصمت ظهر المشرقين فجمعوا جمعهم وجاءوا وجاءوا إلى المدينة وكانت الوقعة عند جبل أحد فابن الزبعر هكذا يقول ليت أشياخ الذين قتلوا في بدر ليت أشياخ ببدر شهدوا شهدوا ماذا جرى في أحد وكيف فر المسلمون من المهاجرين والأنصار ولم يبقى في المعركة إلا رسول الله وعلي وفتاها لا فتا إلا علي فهكذا قال ابن الزبعرى شامتا برسول الله والمسلمين ليت أشياخ ببدر شهدوا جزع الخزرج يشير إلى الأنصار وهناك عداوة كانت قبل البعثة عداوة بين أهل مكة وأهل المدينة لأن أهل المدينة يمانيون الأوس والخزرج أنصار رسول الله ما كانوا من أهل الحجاز هاتان القبيلتان من القبائل القحطانية اليمانية ليت أشياخ ببدر شهد جزع الخزرج من وقع الأسل يزيد وكان يزيد شاعرا فهو يكمل قول ابن الزبعرى فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لما فعلت بالحسين وآل الحسين فجاءه الجواب سريعا العقيلة كانت جالسة لأنهم أجلسوا العائلة على الأرض ويزيد ومن حوله على الكراسي والعروش العقيلة العقيلة قامت 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 خطيبة فأذهلت كل الذين كانوا في ذلك البلاد إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان قامت عقيلة بني هاشم فقامت زينب بنت علي بن أبي طالب فقالت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين صدق الله كذلك يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة أن نبنى على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا مهلا 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 أَنَسِيتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ أَمِنَ الْعَدْلِ يَبْنَى الطُّلَقَاء تَخْدِيرُكَ حَرَائِرَكَ وَإِمَاءَكَ وَسَوْقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ سَبَايا قَدْ هَتَكْتَ سُتُورَهُن وَأَبْدَيْتَ وَجُوهَهُن تَحْدُوا بِهِنَّ الأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَد وَيَسْتَشْرِفُهُن أَهْلُ الْمَنَاهِلِ وَالْمَنَاقِلِ وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْدَّنِي وَالشَّرِيفُ ليسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجَالِهِنَّ وَلِيِّ وَلَا مِنْ حُمَاتِهِنَّ حَمِيِّ وَكَيْفَ يُرْتَجَ مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحني والأطغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم وأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم يكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا وحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فوالله فوالله ما فريت إلا جلدك ولا جززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون حسبك بالله حاكم وبمحمد خصيم وبجبرئيل ظهير وسيعلم من سوى لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكان وأضعف جند ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواصل وتعفوها أمهات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت وما ربك بظلام للعبيد فإلى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها وهل رأيك إلا فنت وأيامك إلا عدت وجمعك إلا بدت يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل نذهب إلى فاصل نعم اشتركوا في القناة